تناولت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت موضوع الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور في يومها الرابع مرحلة لتشييد جزائر جديدة هو العنوان الذي اختارته جريدة المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية مع العودة في المقال إلى تصريحات مختلف الأحزاب على غرار حسب جبهة التحرير الوطني الذي وصف مشروع تعديل الدستور بالثورة في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية جريدة البلاد هي الأخرى تناولت تصريح الأمين العام لحسب جبهة التحرير الوطني الذي أكد أن تعديل الدستور يعزز الجبهة الداخلية ويحبط مناورات الخارج وعن مجريات الحملة الاستفتائية تحدثت صحيفة الشعب مشيرة إلى تأكيد المشاركين على أن مشروع تعديل الدستور يعتبر بوابة الإصلاحات السياسية مع التأكيد على أهمية المشاركة في الاستفتاء لبناء جزائر جديدة نقلت جريدة الإكسبريسيون تصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أكد أن مشروع تعديل الدستور يضمن عصرنة الدولة وأنه يهدف إلى الدفع بالطموحات الشرعية للشعب الجزائري التي عبر عنها في 22 فيفري 2019 على صدر صفحتها الأولى عنوانت جريدة المساء التأسيس لجزائر الحريات والصون التوابط الوطنية مع العودة إلى موقف نقابة القضاة من مشروع الدستور الذي اعتبرته مجسداً لاستقلالية حقيقية للقضاء عدم تسجيل خروقات في الحملة هو ما عنونت به يومية النصر حسب ما أوردته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أبدت ارتياحها لمجريات العملية كما جاءت الصحيفة هي الأخرى بتصريح نقابة القضاة عن ترسيد الدستور لاستقلالية حقيقية للقضاء